نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير يسلط الضوء على تثبيت وكالة ستاندرد أمبورز تصنيف مصر لإتماني رغم الأزمات العالمية المتتالية بنشهدها وتوقعها لمؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري أظهر التقرير كمان تثبيت التصنيف لإتماني لمصر المرة التمنع على التوالي عند نظرة بي مستوى بي مستقبلية مستقرة وهو المستوى الأفضل من ديسمبر عشرين 2012 علما بأن التصنيف الإتماني ده بيعبر عن قدرة الدولة على مسألة الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقه التقرير كمان أشار إلى رؤية ستاندرد أمبورز اللي بتظهر أن هناك أفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام التلاتة اللي جايين مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية إلى جانب الالتزام بتحقيق فائد أولي طموح هنفهم مع حضراتكم تفاصيل هذا التقرير مع الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي مساء الخير على حضرتك يا دكتور ماذا يعني تثبيت التصنيف الإتماني لمصر؟ وحب نتكلم أنه ده المستوى الأعلى اللي وصلنا له من 2012 أهلا بحضر المشاهدين طيب أولا دماثم حضر قلت كده التصنيف الإتماني ده الدرجة بتديها مؤسسة التصنيف الإتمانية اللي هم أربع مؤسسات مشهورين للغاية منهم اللي هي تقريبا أشهرهم وأكبرهم يعني بتصنف فيه أو بتقول فيه هي الدولة أو المدين بشكل عام يعني هيقدر يزفع المستحق عليه من ديونه ولا لك وإذا كان قادر يزفع نسبة قدرته على الدفع قديه وبالتالي بتحدد خطورة عدم الدفع فكل محصولة عدم الدفع ارتفعت كل محصولة عدم الدفع ارتفعت كل محصولة أخذت تصنيف الإتمانية أقل والعقص صحيح وبالتالي كل لما يبقى الخطورة بتاعتنا أقل كل لما أخذنا ثوايد بفلوس أقل كل لما أخذنا خلوط بثوايد أقل وده معنى إيه؟ معنى كده زي ما يقول أنا مثلا إنسان عادي هو ترايح البنك أخذ كار لو أنا عندي ضمارات كتاية وأنا منتظم في شداد القروض اللي عليها قبل كده البنك بديني الفلوس من غير إجراءات معقدة وفي نفس الوقت يفضط علي فايدة أقل لأنه المخاطرة بتاعت عدم شداد أقل العكس بقى لو أنا عندي عدم انتظام وهنا دا يقول لحضرتك حقية الحاجة الأولى موضوع بقى باستاندرد أندبورس ثبتت التصنيف الاقتناني زي طوال مرات قبل كتا دا يقول لحضرتك إيه؟ الحاجة الأولى إنه مصر على العهدات دائم لم تتخلف يوم من الأيام عن سفاد أي قرد من كردها وبالحضرتك دوت ربما يبدو حاجة عادية لا بس هو مش حاجة عادية تظل إن مصر عندها الخلال العشر سنين اللي فاتت كمية كبيرة جدا من الأزمات وكمية كبيرة جدا من الضغوط سواء الداخلية أو الخارجية يعني مثلا عندنا صورتين عندنا قبلهم في 2008 الأزمة المالية العالمية بعد كده دخلنا على الحرب التجارية الأمريكية والصينية بعد كده دخلنا على كورونا وبعد كده خرجنا على الحرب الروسية الأوكرانية في كل هذه الأحوال مصر بتعتمد على جزء جبير من تمويلها على الخارج وأحيانا كتير جدا حد يقول لحضرتك يا باشا ما تعتمدش على الخارج وركز في الأسرف على قدك ليه تسترد أقترد؟ بنسترد أقترد علشان التنمية بتحصل عن طريق الاستثمار والمشكلة إنه مداخرات المصريين حضرتك عارفة إننا بنستثمر عن طريق مداخراتنا المداخرات بتاعة المصريين دائما لا تكفي لتحقق عملية التنمية اللي بتتوازن مع الزيادة السكانية وبالتالي أنا ببقى مضغوط بين زيادة سكانية عندنا كل شوية عاوزين أسرة في المستشفات أكتر عاوزين عدد فصول أكتر للطلبة عاوزين جامعات أكتر عاوزين سجاة حديبية أحسن عاوزين مواصلات كل سنة أكتر لو أنا ما استثمرتش بشكل كفاية هيحصل عندي ترد في البنية التحقيق الموجودة تكلفني بعد كافة تصمات أكتر علشان كده اللي بيحصل اللي بيحصل اللي بيحصل أن مصر مفترة تستثمر بوثيرة أعلى من الوثيرة اللي المصريين بيتداخلوا به وبالتالي بنفتر نجيب مضغوط ما سأمين اللي هي أكتنها قروب من الخات وبالتالي كل ما أنا كان عندي تصنيف ائتماني أحسن كل لما أشبت القروب دي بتمن أفضل وكل لما شتات إجراءات أقلت عقيدا وبالتالي توفرت الضرارات عندي بشكل أكبر كل ما تبقى توفر عندي بشكل أكبر ده ينعكس على سعرها الموجود في السوق وبالتالي كمان ينعكس على الفايدة بتاعتها وبالتالي كمان ينعكس على أسعار السلع بشكل جير مباشر ولو حسبت متابعة للوقتي هتلاقي أنه الاستراب اللي موجودة فيه أو الضغوط اللي موجودة فيه أو الضغوط اللي موجودة فيه بتواجهها للوقتي هي ضغوط أستنى نسجة عن انخفاض الضرارات الموجودة في مصر ومع ذلك الوكالة ثبتت تصنيفها عند نفس المستوى بتاع بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والنجاح فيه دكتور نعيد التوقف هنا معك عند مسألة تثبيت التصنيف وإيه المحركات الرئيسية اللي بتؤدي لده يعني إيه القطاعات المؤثرة في هذا التثبيت طيب وإيه القطاعات المؤثرة القطاعات المؤثرة هي القطاعات اللي بيتضفق من خلالها الدولار لمصر وإيه هي القطاعات دي خمس قطاعات أساسية أول حاجة استادرات المصرية ودي أكبر مصدر من مصادر الدولار لمصر دي أول حاجة الحاجة الثانية تحولات المصرين اللي عاملين في الخارج الحاجة الثالثة إرادات الاستياح الحاجة الرابعة استثمار الأجنبي سواء مباشر أو جيد مباشر والحاجة الخامسة إراضاء قناة السويس دول الخمس مصادر الأدنية الخمس مصادر دول كلهم بلا استثناء في معدر استثمار الأجنبي زيدة ومتجهين لزيزة أعلى أرقام في تاريخهم رغم الأزمة اللي احنا موجودين فيه وده ناتج عن إيه؟ ناتج عن السياسات اللي الناس بتقول ان احنا مضغوطين فيها أو بتقول ان الحقوق ما قدبتش فيها كويس المصادر دي ما كانتش عمل السياسات اللي حصلت فيها كل هذه المصادر زيدة حتى الاستثمار الأجنبي زيد لكن الجزء اللي زيد منه الاستثمار الأجنبي المباشر بينما الاستثمار الأجنبي الجير المباشر اللي هو الوك ماني أو البرتفوليو انفسمنت دي هي النقصة بسبب السياسات النقبية اللي حصلت في العالم وغيرت الولايات المتحدة يعني استجاهها برافع الثارة الفائدة عشان توجد تضخم عندها وده اللي أدى إلى الضغوط اللي موجودة دلوقتي عندنا في مصر لأنه انسعب من عندنا كميات كبيرة جدا من الدولار الموجود بالتالي شايفة ايه دلوقتي شايفة انه مصادر تضفقات النقب الأجنبي المصرية كلها المستجهة إلى الزيادة وان اللي حصل دلوقتي من ضغوط على الدولار في مصر هي ضغوط موسمية أو ضغوط مش مكملة أو مش ضغوط هيكلية هيكل الاقتصاد المصري وتضفقات النقبية للداخل صلبة للغاية مدينة جدا ومرينة في نفس الوقت بحيث انها تحمل الصدمات ومن هنا الوكالة رغم الضغوط الشريط لمصر موجودة في الوقت اللي حصلنا عايشين وكمواطنين ومش برسة في مصر على فكرة في العالم كله رغم هذه الضغوط الوكالة بتثبت تصنيفها يتماني عنه في نفسه وده معناه انها شايفة انه مصر تفضل تدفع فلوسها في وقتها زي العادي من جراء تأخذ ترجمة نانسي قنقر